لا أجر نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق مرحبا بكم إن شاء الله في منطقة دارين أكاديمية منطقة دارين لتعليم المجاني عن بعض معاكم أخوكم عمر سليم إن شاء الله هنكمل مع بعض البي اي ام والريفت امي بي البي اي ام والريفت امي بي إحنا كلمنا المرة فاتت إن البي اي ام هي بلدنج انفروميشن مودلينج إزاي يعمل نموذج للمبنى بش نموذج وخلاص يعني لو قلنا هنعمل نموذج بش نحط فيه معلومات يبقى دبش البي اي ام لازم نخلي بالنا بالكلمة اللي هي في النص اللي هي الاي اللي هي انفروميشن إن أنا لازم كل حاجة عملها أحط فيها المعنوات بتاعته يعني هرسم حاجة ضغط تكييف أحط المعنوات بتاعته أحط حاجة قهرباء أحط المعنوات بتاعته برنامج الريفت برنامج بيحق الموضوع البي اي ام بحيث النوع بيرسم ومتخصص في عمل اللمزجة للمبنى وفي كذا نوع فيه ارتكشور وفيه استركشور وفيه امي بي فيه معماري وفيه انشائي وفيه لواء الكهروميكانيكل احنا نتكلم إن شاء الله فيه الكهروميكانيكل تمام طيب أنا احنا المرة فاتكلمنا شوية كلم ناظري المرة إن شاء الله هنبدأ ناخد زي مشروع كده عملي مع بعض فاشاير الاسكريين دي المحاضرة رقم ثلاثة إن شاء الله هنشرح جزء وبعي كان نشوف الاسئلة ونبدأ نجاوب عليها مع بعض بإذن الله ترجمة نانسي قنقر طيب دي الواجهة بتاعت البرنامج أول ما بفتح البرنامج بلاقي هنا جزء ده اللي قصب المشاريع لو أنا عايز أفتح أي مشروع بشوف إنه مشروع اللي أنا عايز أفتحه بمجرد إن أنا أضغط عليه هيتفتح المشروع أو إن أنا أقول له open وافتح المشروع اللي أنا عايزه أهموا لكم مثلا المشروع دوت تمام؟ أنا قد تفتحه بل كده عشان كهاز تقيل ده المشروع اللي هو ما بعضت لنا معماري وإنشاء طيب هو فيه نقطة دلوقتي إحنا إزاي هنشتغل فيه كذا طريقة للشغل بذات عند الكهرو ميكانيكل ممكن يجي للشغل معماري جاهز ونبدأ أعمل شغل الكهرو ميكانيكل زي ما نعمل دلوقتي أو ممكن يكون فيه شغل معماري معمول في ملف ريفت خارجي وأنا هسحبه إكسرف من قيمة insert هقول له link ريفت واربطه أربط الملف اللي أنا شغل عليه بملف المعماري وملف الإنشاء دي طرقة ثانية فيه طرقة ثالثة إن كلنا بنشتغل على نفس الملف يعني باجي هنا من قيمة colbert وأبدأ ظبط إن كلنا المعماري والإنشاءي والكهرو ميكانيكل كله شغل على نفس الملف طيب إن شاء الله هنشوف مع بعض كل الطرق ديات بإذن الله طيب هو هنا الفيوهات دي رسطهم كلهم وربعات دي حاجة جواية في المعماري لأنه المعماري هو ديسبلين واحد يعني هو كله مثلا لوح معماري عندما احنا عندنا الكهرو ميكانيكل ممكن تلاقي عندنا مثلا تسعة أو عشر حاجات يعني عندنا التكيف عندنا البلامنج ووتر ودرين وعندنا الفاير وعندنا الإلكتريكال لايتنج ولو كارنت يعني فيه أقسام كتيرة موجودة عندنا فهنا محتاج دلوقتي إن أنا أقول له لأ ظبطها لي بتطرقة مختلفة تمام؟ طيب هقول هالوس زي ده الموضوع دوت هاجي هنا هوا هنا أظهر لي كل الحاجات هاجي هنا أقول له إيه طيب بروبرتس هبدأ أظبط الخاصات بتاعته هبدأ أقول له لأ ما تظهرهم ليش بالشكل دوت لأ ده نعايز إيه أخاصاتهم شوية طيب باجي هنا هقول له أنا عايز أعمل النوع خاص بيا ممكن نعمل دابليكيت هقول له مثلا كهرو ميكانيكل أو أي حاجة مثلا خلاني نكتب الدارين الدارين تعم؟ بحيث إن ممكن في أي وقت أقول له أنا عايز أشغل على الدارين ترتيبي بتاع الدارين أو عاز أشغل على الترتيبي الAll أو الديسبيلين أو الطيب ديسبلين زى ما يجي معينا هاجي هنا أقول له فولدر هبدأ أخصص إيه اللي ترتب قبل إيه ممكن نرتب بالديسبلين وبعد كده رتب بالسبو ديسبلين أنا محتاج ال Elliotada blaming لأ ممكن أقول له مثلا بتاعي capability ممكن اقول له حط لي Lighting ممكن اقول له Low Current زي ما نعايز وممكن اقول له رتمم بعد كده بالفامل اندسائي تعال نشوف الشكل ده يبقى عامل ازاي اه هو جاب لي الارتكش الهوت وبعد كده بيشوف الSub Discipline مفيش الSub Discipline هنا للمعماري وهي كده بيرتمم Structure Plan Floor Plan Ceiling Plan Elevation Sycation طيب لو انا عايز اخلي اللي هو حديث اخليها مثلا تكييف بيعلم عليهم كده وبقول له انا عايز كل دول تكييف طيب اقول له ازاي ان دول هيبقوا تكييف هاجي هنا وبقول له بدل ارتكشور دول حطهم لي في الميكانيكل فألاقي ان هو بدأ في الترتيب يطلع لي حاجة اسمها ميكانيكل تمام طيب ممكن اقول له الSub Discipline بتاعهم انا عايز Sub Discipline ليهم من الخصائص بتاعت الفيجو وبقول له الDiscipline طب انا عندي حاجة اسمها Sub Discipline خليها الـ HVAC وده انا ممكن اكتبها عادي يعني ممكن اكتب كده اي كلمة حتى لو ايبش موجودة وهيقبالها اهم كده انا عملت ذول الـ HVAC ممكن برضو اقررهم واعمل حابة الـ Electrical وحابة الـ Blumming هشوف مع بعض الموضوع دوت Project Browser على يمين ماشي حضر بشونس برايم اهو بيتكلم بشونس برايم ان انا اخد ديت وحطهم هنا تمام؟ مفيش انا مشكلة خالص في 2014 مدين خاصية ان انا ممكن احطهم كلهم فوق بعض وبقى فيه زي زرار صغيرة كده ابدل بينهم ودي حاجة كويسة جدا يعني ممكن بسولة انا اشغال ما بقاش بقى واقت مساحة كبيرة لا بقى هي واحدة بس اللي موجودة وتظهرها بكمية حجمها وانا من تحت كده ادوس على الزرار ايظهر للبروبراتيس ادوس على الزرار تاني يظهر للبروجيكت براوزر ابدأ اقلب بينهم انا بس عشان مساحة الشاشة ارجعها تاني طب لو هما مش موجودين بقى اجي من قيمة view بيظهر انترفيس وقل له اظهر للبروجيكت براوزر و اظهر للبروبراتيس والبروبراتيس يخسرها كنترول وان تمام طيب اوليكم مسلا نشغل تكييف طيب انا عايز اعمل لوح للسيلنج ممكن اجي هنا في لوح السيلنج اقول له لوح السيلنج دول السيلنج ما تحطوه مامليش في الارتكشرة وحطوه ملي في الميكانيكا سوف يقوم بتقديم وقل له ساب ديسبلين ساب ديسبلين اتشفك تمام دي طريقة بعد شوية نتعلم ازاي نعمل دوبليكت منهم ازاي نعمل حاجة جديدة ان شاء الله يعني كل سيستم نحاول نعملها الطريقة مختلفة تمام ولكن مثلا تعالى نشغل تكييف في الدور دوت هاخد سيكشن دوسوا على عام سيكشن واسحب السكشن من هنا وادوس كليك يمين وقل له جوتو فيو جوتو فيو هيبدأ يصغير للسكشن لما انا بص على السكشن دي السقف بتاعي وده السكشن بتاعي فالمسافة صغيرة هو عمل حسابه ان الحاجات اللي هتمشي مثلا ما اسير حاجات حاجات كهرباء حاجات صغيرة عام حسابه ان انا اشتغل في شغل التكييف فجزء دوات طب ما فيش المشكلة خالص انا بس عشان نشرح الموضوع هغير في السيلينج بس بعد كده هنعمل مشروع عادي بالطريقة العادية بس عساس ان اغلب المشاريع الموجودة بيبقى مشاريع كبيرة فمديني سيلينج كبير فعزين ما نضعش على نفسان فرصة ان احنا نجرب الموضوع دوات هقول له مثلا نخلي الارتفاع بتاع السيلينج وده الحاجة دي في اي حاجة انا ممكن اوفى على هنا في الدور واغير في الارتفاع اجي هنا في السيلينج وقول له ايه خلي ده اتنين متر وقول له ايه ابلوي بحيث هبدأ ارسم الشغل بتاعه هنا طيب عايز ارجع اللوحة اللي فاتت هدوس كنترول تاب وهبدأ ارسم الشغل بتاعي طيب هقول له مكامل سيستيم هقول له ولياكم مثلا عايز مكينة فانكو اليونت هقول له ميكانيكال اكيوبمنت بلاي دي مكينة لا فانكو اليونت طيب بابدأ اشوف المكن اللي موجود عندي ما بليش مكن بتحمل في مشروع طيب انا عايز احمل مكينة فانكو اليونت باجي هنا بقول له لوت فاميلي حمال لي فاميلي وبابدأ اخش على المكان اللي انا احط في الفاميلي كده اشوف اقرب مكنة ليك اللي انت عايزها طبعا كل دول صحة بس ممكن تكون واحدة بستخدم في حاجة واحدة تانية بستخدم في حاجة تانية تمام يعني في حاجات هورزينتا في حاجات فيرتكال في حاجات بلت درايف فانت تشوف ايه اللي انت تستخدمه وتبدأ تحمله في المشروع الرسالة دي معناه انه هو مسايف في اصدار قديم وبيعمل نفسه update عشان يشتغل على اللي اصدار ينشغل عليه يعني هو مسايف مسلا على 2011 وبيفتح على 2013 فبيعمل update لنفسه طيب هنا هو بيظهر معي عشان نخليه يظهر لازم نخليه في اصدار اولو ما سنخليه على 220 تمام ظهر معي هحط المكنة اولا تمام ادهي المكنة بتاحتي عايز ابدأ ارسم ضغط هدوس هنا كليك يمين وقوله draw duct ارسم للضغط بتاعي هيبدأ ارسم ضغط بس ده الدغط ده single انا عايز double اعمل ايه؟ هاجي هنا وعدل في detail level عندي كورس كل الحاجات بتبدأ single line medium في حاجات وحاجات يعني غالبا الدغطات بيبان double line والpipe بيبان single line فاقوله fine عشان تباني الحاجات معي مزبوطة وهبدأ ارسم ضغط تاني اول ما بقف وبيعمل لي زي مربعات صغيرة كده بيقوله ان في هنا حاجات ممكن تتوصل بيها فانا اقوله مثلا يرسم لي ضغط في واحد تانية buy في واحد تانية electrical زي ما انت هتلاقي ان شاء الله طيب هنا بيقولي الضغط عايز اد ايه؟ انت بيشوف مثلا انت عايز اد ايه؟ حسب الضغط size بتاعك وهبدأ ارسم بشكل دوت طيب انا دلوقتي عايز ابدأ احط الـ الـ هدخل بقامل سيستنز ار ترمينال بلاي عندي نوعين من الفاملي بلاي عندي نوعين من الفاملي في نوع اللي هو hosted يعني لازم يلاقي حاجة تحط عليها اول ما بدوس hosted بيجيبلي المربع ده اللي هو placement بيقولي اللي عايز احطها vertical face على الحيطة ولا place on face على حاجة تكون زي ceiling زي الارضية هقوله place on face وابدأ احطه على ceiling عشان كده اللوح الفلور ممكن تشغل عليها عادي وغالبا ان انا مشغل عشان يقولي floor plan وهو ده اللي انا باطبعه وبابعته وبعمله اكسبورت للكات ceiling plan ceiling plan ده اللي فيه بابدأ احط الحاجات بتاعتي اللي اتحط في ceiling زي زي air terminal زي lighting زي firefighting فهحط احط اهي guerilla guerilla تمام دي guerrilات بس دي return والصوك ده supply دي return والصوك ده supply فهي احصل ايه لما اقوله وصل تمام انا بحب الشغل بالتاب مش بالتاب تي غلط تي ده في الباب هقوله هنا وصل لي كل نقط انتو وصل وهي اجاب لمشكلة مشكلة ايه؟ بيقولي ده different system يعني ده return وده supply الصوك دوت والدقت دوت ده supply air بينما الرليا دي return فهالغي الرليا دية انه مأسكن حتى نشوف الفكرة مأحط واحد سابلوي. هقول له انا عايز واحد سابلوي. بس السابلوي اللي انا عندي اه بش اه بش حوستيد. فعشان احطها لازم احدد الارتفاع بتاعها هي من هنا اقول له دي اتنين متر. تمام? وراح حطيتها مثلا اه اه انا محتوى على الفل واحد احنا نشغالين على الفل بواحد بش ظهرة معي اه يبقى في مشكلة. في الدور دوت في ال view range. انا مرتبط بليفل اتنين اه انا ممكن لونه الخالي دي مثلا اه 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 ازهرت معي. هابدأ احط جرالي هنا مثلا. زي ما انا عايز. ممكن احط واحدة هنا مثلا. وواحدة هنا. لان ما اضبطتها انا بحطها. لان ما بعد ما احطها. اقول له ALIGN. وابدأ اضبط الجللة بتاعتي. او اقول له MV move. واسحابها من طرف الجللة. لحد حدود السينيك. ابدأ اضبطها بالقسم برضو. طعم. وابدأ هنا. طيب. هابدأ اوصل بقى الجللة دي بالساق دوت. نخلي الساق ده 12 بـ 12. التعديل سهل هو زي ما اتشوفتم. جرد انها بكتب الرقم هو Automatic بيعمله. بينما في الاتقاد كنا بنقعد نرسم احنا ونتعف بيها ونعمل نمسح ونرسم وابسط. طيب. هاجي هنا على الجللة ديت. وقول له كل نوك تو انتو. وقول له وصلها بالساق دوت. وله سوى كده وصل. والجللة ديت. هقول له وصلها لكل نوك تو انتو. بالساق دوت. طيب. عايز انا مثلا احط EndCab هنا. EndCab. هاجي من Systems. هاجي هنا في ال Duct of sources. وقول له ما فيش EndCab اصلا متحمل. فيه. No Duct of sources family is loaded in the project. تمام. وده اللي هتواجهه لو انت بشغال على على تمبليك. كويس. تمام. طيب. هقول له Yes. وابدأ احمل اي حاجة انا عايزها. تمام. اقول له مثلا انا عايز احمل من مكان اللي انت حاطس فيه الفام اللي بتاعتك. دقت اكسرسيز. اي. تبدأ بتشوف ايه الحاجة اللي انت عايزة. بتلاقي مثلا ده الفاير دمبر. لو انت عايز تحمل فاير دمبر. عايز تحمل دكتور هنجر. اللي هي سابورتوت. البولم دمبر الفاير دمبر. ولكن خلاها مثلا نحمل الفاير دمبر. طبعا زي ما تشاهد فيه كتير جدا. تمام. فانت لازم من مشروع بتاعك تختار احسن تشغل بيه. الحاجة اللي هي انسب ليك. والحاجة اللي انت حس انها كويسة مفاش مشاكل. خلاص تبدأ تشغل بيها. والباية تخليها على جنب لو عزته. انما لو حملت كل المشروع هعملك مشكلة. لو عملت زي ما انا عمل كده الفولدر في الفاملية كلها ديت هتعملك مشكلة. تمام. هعملك لغبطة. انا زيك عامل نفس التمبل الخاص بيه لما اجي اشتغل بابدأ بيه. وسهل انت تعمل تمبل. هنشوف ان شاء الله مع بعض زي نعمل تمبل مع بعض. اول محملت الفير دمبر بيه من اي صوج. هو على طول بروح حاطة الفير دمبر. تمام. طيب. اه لو الخطوط سودة وعايزها تبقى اخافي من كده بيقول له تي إل. تي إل بيجيب لي الخطوط العادية خالص. لما وقت تي إل تاني بيجيب لي شكلها ازاي هيبقى في الطباعة. شكلها ازاي في الطباعة. تمام. طيب. اه لو انا عايز احول الوصلة لفليكسبول. بلاقي هنا عندي حاجة اسمها. كونفيرت وفليكسبول داقت. بعلم عليها. واعلم على الجريلة. جرام حول الوصلة لفليكسبول داقت. ممكن نشوف الموضوع ده في سكشن. زي ما اتشوفت اهو فليكسبول. تعال نشوف التانية. وممكن نتحكم في طول الفليكسبول. يعني نقول له اقصى حد الفليكسبول مثلا متر عشرين. وروح معلم على الجريلة. روح اعمل لي الفليكسبول متر عشرين. ممكن تصغر على اساس المسافة تصغر. زي ما انت عايز. تمام? طيب. لو انا عايز اجي هنا. بوصل بايب. ممكن ناجي هنا. بتلاقي وصلك كتير قوي. بتبدأ تختار الوصلات بتاعتك. يعني باجي هنا مثلا. كليك يمين وقول له ايه درو بايب. ارسم لي بايب. تمام? طيب. البايب ده نوع ايه? اجي بص كده. ده ازر. تمام? مفروض ان انا هنشوف ازاي ان شاء الله في موضوع الفاميلي. اخصصه. اقول له الوصل اللي هتخرج هنا. دي مفروض مثلا تبقى تشلد ووتر سبلاي. تشلد ووتر ريترن. التزبطات دي. همشي كده بس بيه بالبيب. لحد الحيطة. وقول له اطلع لحد السقف بسر. تمام? هقول له اطلع لي الحد. وليكم مثلا الف خبسمية مثلا. خمسة متر. هقول له ابلاي. تمام? هو لسه مكامل معي. يعني انا لو رسمتي مين او شمال. هيرسم معي. بس بشباب معي هنا. هبقى معي فوق خالص. في عروف. تمام? طيب. عشان اوضح لك او بانهاك في سكشن. هاجي هنا. اقول له ارسم لي سكشن. وارسم سكشن من هنا الهنا. هدوس هنا كليك يمين. وقول له جوتو فيو. اه. اده هي الحاجة اللي احنا رسمينها. ممكن نجي هنا. وقول له وراء اللي فاين. هده الشغل بتاعي. وشد بالبيب بتاعتي. وطلعت. لحد الدور اللي فوق خلص. ودي الوقت الحركة اللي نتحركتها حركة بسيطة. هو رسامة هيت. تمام? طيب. ممكن انا اعمل نوع تاني من البيب. يعني انا اقول له مثلا. لو دخلنا هنا في الفاميلي. هلاقي بايب. ونفس الكلام ده لكوبول تري ونفس الكلام ده للدغطات. في البايب هوت. بيقول لي انت عندك ثلاث انواع. البي في سي. ده للصرف. في ستاندرد. في ووتر. ممكن تكون انت عايز تدفع حاجة بسلا للفاير. اروح اقع على ستاندرد. وقول له دابلكيت. وقول له خليلي ده للفاير. ممكن اعمل فايرفايتنج للدراي والفايرفايتنج للويت زي ما انت عايز. وقول له طيب بروبارتس. وشوبها لو انت عايز تغير اي خصائص ممكن تغيرها. ايه الخصائص ديت? تعالنا شبهتين. هتوس كليك يمين. وقول له طيب بروبارتس. وقول له ايديت. طبعا الكلام ده مرة واحدة في المشروع. بيقول لي هنا هتشغل بقاني هتشغل الكوبر ولا هتشغل بقاني حاجة ولا بلاستيك. ولا زي ما انت عايز. ايرون زي ما انت عايز. تختار الالبو. هلا هتشغل بقاني البو. عندنا كزا كوع. طبعا في البي في سي ده اللي هو بتاع الصرف. عندي هنا الواصلات. هل لما يجي يوصل مصورة تانية. يرسم على هيئة تي ولا على هيئة تيك اوف تيب. تي بيرسم تيب بيعمل فاملي كاملة موجودة تي. احنا شرحنا المرة فاتي. التيب مجرد بس بياخد وصلة خارجة منها. فاغلب المواصير بنشغل بالتي. هنا لو في حاجتين نخبط ببعض او توصل ببعض اللي هي تي. تتخدم انا تي من دول. كل دول عبرها عن فاملي متحمل في المشروع. يعني ممكن تيجي في المشروع تليم كلهم من الن. ممكن في المشروع تانية تلاقي الحاجات دي كلها موجودة. فعشان كده ده موضوع الاهمية التمبلات. تمام. ممكن برضه اجي في البيب سيستيم. بلاي عندي كزا باب سيستيم. اللي هو ايه. في عندي كزا عندي مثلا فيه ريتيرن وسبلاي. فيه دومستيك. وفيه حاجات للصرف. سنتري. وفيه الفينت. ماشي. طيب. لو احنا عايزين نخرج. عايزين نشوف الموضوع ده 3D. هدخل في 3D. اودوس نكليك يمين. وقول له orient to view. سكشن. اقول له قاتل سكشن رقم تلاتة. اه. ده سكشن رقم تلاتة. هبدأ اشوفه 3D. هدو الشفت. واتحرك بيه مين او شمال. اه. زي ما انت شايف. فيه زل. لو انت بش عايز زل. اجي هنا. اقول له shadow of. تمام. طيب. لو هنا زرالي بشكل معماري. يعني لو فيه حيطان او سقف هيغطع شغل بتاعي. ممكن اكون عايز اشوفه حاجة تانية. وقول لكم مثلا mechanical او electrical. اقول له mechanical. خلاص بدأ يزهر لشغل بتاعي بس. بحس ان انا اركز عليه. ممكن ادو الشفت ببقرة. ولو عملت select على الحاجة يكون احسن. على اساس تتحرك حوالين الحاجة ديت. او ممكن حاجة كمان. اجي هنا. اقول له نعايز orbit. اربط بديك برضو امكانية الازل الحركة. تعم? اولاها عندي حاجة اسمها rewind. ده بجيب لي اخر منظرة انا كنت اقف فيه. يعني انا مثلا لو افتع الحاجة وشفت حاجة غلط. ومن غير مقصد لات نفسي دي روحت الview تاني. بختار rewind وابدأ اختار view اللي انا كنت اقف عليه. تعم? هطفي الشاشة ديت. هطفي view دوت. وهطفي view دوت. وهنا ارجع للview بتاعي. تعم? هبدأ برضو برضو طلع لي ال 1500. ال 15 متر. تعم? طيب. طيب انا ممكن اطلع بقى في الدور اللي فوق خالص. الدور 16. بس مش في السنينج في البلان عادي. ده دور شكل كده بتاع شغل. ما بيش الروف. طيب. لو انا عايز بقى اعمل اعمل دور للروف. تعال انا عايز اعمل دور للروف. يعني اعمل دور للروف. يعني هخش في الاليفيشن. الاست. بلاقي ان انا اخر دور عندي اللي هو level 5. تمام? عايز اعمل level 4 كمان. انا هو level 6 اللي هو اللي تحت ده. تمام? طيب. هاجي هنا كليك يمين. وبقول له ايه? create similar. يعني انا عايز اعمل level جديد. وهبدأ ارسم level بتاعي. تمام? خلي بالك هنا. في حاجة اسمه make plan view. يعني اي اي view هرسم. اي level هرسمه. هيعمل له هو plan view. هيعمل له واحد ceiling و واحد floor و واحد structure. لو في واحد فهم مش عايزهم باعلم عليه مرة واحدة يتشال. يبقى انا كده اول ما هرسم الدور دوت هعمل له floor plan وسiling plan. هقول له اوكي. وابدأ ارسم الدور بتاعي. اقول لكم مثلا من هنا. لهنا. على سبيل المثال. ماشي? او ممكن اقول له نزلولي اللي هنا. او level 5 هو المفروض نشغل عليه. غالبا ده هو ده الدور بتاع السقف. تمام? بس احنا عارفنا زي نعمل level 7. طيب او نعمل level جديد. طيب تعال نخش كده على level 5 نشوفه. level 5. او هو ده فعلا مستقف. طيب انا عايزة حط مكنة. عايزة حط مكنة. اللي هي تبقى مكنة دي. مكنة فوق. هاجي من system. هقول له mechanical equipment. وتبقى تشوف هل عندك مكنة ومناسبة او لا. cooling tower دي استفان بنشوفها. تمام? طيب. لو ما فيش. لو ما فيش. هابدأ احملها تاني. اقول له load family. وابدأ احمل المكنة. طبعا تحملت المكنة مرة واحدة خلاص. يعني مجرد ان انت حملتها في المشروع. خلاص كده الموضوع اي منتهي. ممكن تختار اي مكنة condenser. اي مكنة من دول ممكن تستخدمها. زي ما انت عايز. اه وليكم مسل خلينا نستخدم عايز حاجة صغيرة خلاص. اقراض حسب بقى الجذوء اللي انت محضره او حسب شه اللي انت عملته. اه هي دي كبيرة بس لاشي لايه حاجة صغيرة دلوقتي. اه ممكن ديت. طيب. طيب. هقول له open. اتحملنا كيف المشروع نقبلنا هو لقط على طول نالف الخمسة هذا ارسم اقول له اجرب ان انا اقول له دي خليها بسفر لو شكت في اي حاجة اشوف سكشن وبدأ ارسل يعني لو شكت في اي حاجة احسن حاجة انت تعمل سكشن وزات في الاول انا عملت align او ممكن اعمل حاجة اخرج من هنا على طول باي بايب درو بايب او مزبط على بايب غير الموجودة في المشروع ان شاء الله نشوف مع بعض في الفاميلي ازاي نزبط الفاميلي زي ما احنا عايزين ده على الارتفاع وده على الارتفاع تاني خلص عايزين نخلي التين على نفس الارتفاع ممكن لدك اصطريه اممكن اجا هنا اقول له ده اولا انسب نفسك ليل 5 لان هو لما انسب نفس الليب المحاد ت prophymieFull retrof typical طيب philosophic movement طيب hover 5 تطلع كم؟ Africa,19 air.Full by ده على الارتفاع متر اقول لي كوبي واقوللبي cousinınız بايب دي Kate اتضليك على الارتفاق نفس الارتفاق بست كده هما الاتنين على نفس الارتفاق ممكن ايجا اوصل باداب ده تمام اوو اوصلوا ببعض نفس الفكرة برضو دي اتوصلها بالبيب اللي هناك درو بايب ممكن ابدأ احرك البايب دي شوية بحيث ان هما الاتنين يبالوا مع بعض درو بايب قبgeon دعا هم صاحب 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المكان الي يبطي بقى في البيوت تمام؟ حاجز بلد صغيرة تمام؟ وده ينفع في المشروع دوت بدون اي مشاكل تمام؟ هقول له مكانيكا الاكيوب منت وابدأ احمل المكان. هي الموضوع كله ان انا احمل المكان اللي انا عايزها زي ما وجود في في جداول الهب بتاعتي او في الشغل بتاعي انا شوف اني مكان اللي انا عايزها والتوصلات نفس الفكرة هقول له ريفيت ان شاء الله يبقى في بس بريك عشر دقيق عشاء الصلاة، بيزني الله طيب هقول له اه انا عايز وابدأ شوف ايه الفاملي اللي تنسبني في شغل بتاعي اه ده او المكانيكا الاكيوب منت ده ان شاء الله الكل فاملي عندي هم عشر جيجا تمام؟ ان شاء الله برضا هحطوها كلها على نت بتترفع دلوقتي. اول ما تكمل ان شاء الله هتلاقوا كلها موجودة على الموقع تعذرين شوف ايه الفام اللي انت عايزها يعني ممكن تكون مثلا انت عايز تشغل بداية سيلينج دبيوزر هتروح تحمله وتوصله على طول ممكن تحمل دي مثلا مشكلة خالص تمام مكنة اللي هي Outdoor بسيطان اتباع هادها الماك نهيت هتروح هاتيتها برا المبنى اباها وهقول له الارتفاع بتاعها يعني طبعا بيش تبقى على الارض تبقى مثلا اعلى من الارض شوية تبدأ شوفها على الارتفاع كام تدال الارتفاع بتاعها زي ما انت عايز تشوفها تبقى في any level تمام وشوف الارتفاع بتاعها كام ماشي الماكناهيت تبدأ تشوفها تحطها على الارتفاع بتاعها عادي ممكن تحطها مثلا عن level 1 وتقول له خليها مثلا فوق الارت مثلا ب1500 وهذا الوصلات بتاعيته تبدأ توصل برضو الوصلات بتاعيته كليك يمين وتبدأ ترسل معايت زي ما انت شايف تمام ام اه 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 اللي الموضع ده خاص بالمعندس أشرف مهر هو كورس ده رفت مب الناس اللي يشغلها في الكهرو ميكانيكا الرست ماشي ان شاء الله رست عشر دقيقة كده ان شاء الله نصلي ونيجي بإذن الله وربنا يتقبل بإذن الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله هتكمل مع بعض برنامج الريفت امي بي احنا شغالين لسه في التكيف طيب لو انا عايز ابدأ اعمل سايزنج بشمعولة يكون الدكت دوت هيدي الجرلة دي ويدي الجرلة دي في نفس الوقت السايز بشيختلف تمام فانا عايز ابدأ اعمل ده سايز غير دوت طيب انا لو وقفت على الدكت لو وقفت على الدكت وجد غيرت السايز خليت دي مثلا 14 هتغير للاثنين مرة واحد طيب انا عايز اخلي واحدة تغير للتانية ما يشفيش مشكلة خالص هلاقي قوامنا عندي اسمها قوامنا موديفاي موديفاي باجي بلاقي هنا شوية ادوات الامر align ده اللي موجود في الكت المحاذاة اللي عندي حاجتين عايز واحدة في المتحاذي التانية يعني ممكن نقول له align واختار مثلا دكت ده مثلا وقول لحاجتين تحسين تمام عندي الامر اللي انا سيضم دلوقتي اللي هو split element باجي عليه وقول له ان عايز اقس من دكت ده نصفه بحيث ان ده ممكن ياخد size وده ياخد size تاني خالص فبعد ما بعمل باجي على الدكت التاني وقول له خليلي دوت وليه اقوم مثلا 12 في 12 اهو بقى يبدأ يغير size ده ما عايز ويبدأ يعمللي reducer بدأ يعمللي reducer اهو طيب لو ال reducer ده انا عايز اغير مقاسه انا حاس انه اغير وعايز اخليه كبير او عايز اخليه كبير او عايز اخليه غير هنشوف الترقه دي لان الترقه دي موجودة في كل الحاجات يعني الفكرة واحدة يعني مقارد ان انت فهمت الفكرة دي هتلاقى نصك عارف تعمل القوع تاني تعرف تعمل اي حاجة تانية في البايب في الكيبول تري فهي الفكرة بتاعتهم واحدة هقول له ادي طيب عندي الماس هنا 45 طيب انا عايز اخليها اهو 30 مثلا هقول له اعمل له واحد الماس 30 duplicate 30 اوكي انا غيرت الاسم بس ما غيرتش لجوه تمام فهاجي هنا اقول له 30 اقول له ايه اوكي هتلاقي الماس دا تغير ممكن اجي كده ان لو عايز تحسب الفرق اقول له خليه ارجعه 45 تاني هليه خدر 45 فممكن اعمل اي ماس انا عايز اعمل ماسات بس وانا باعمل ماسات اخلي بالي اماشي مع كوت ما نفعش مثلا يكون الكوت بيقول حاجة معينة وانا اعمل لي حاجة تاني خالص تمام فده هيعمل لي مشكلة فطول ما انا اشغال يعني مثلا ده التكييف فاخليه سمكنا اه شغال فاير اخليه الفي بي ايه كل حاجة اشوف الكوت بتاعها ايه ماشي طيب لو انا دلوقتي جيت رسمت داقت تاني رسمت داقت تاني وبدأت اعمل برضو موضوع لزبالة ده وقت او ابدأ ان انا ارسم reducer يعني خلائنا نرسم داقت ماشي اهوت وغيرت الماس الطرق قال للماس دا مثلا ايه ماس الريديسر اللي خده هنا خد انا واحد خد انا 45 لسه متعرفش على 30 عايزين نعرفه على 30 عايزين نخليه الافتراض بتاعه او الافتراض بتاعه هو 30 اعمل ايه اهوفي على داقت وهوله ايه edit type عايز كله شغلة باشغاله باش عطي هوله edit type وهوله edit نفس اللي كان في البايد من شوية اجي هنا ابص على دي دا متعرف على الافتراض بتاعه 45 40 هوله 30 تمام ولو انا في حاجة مش عايزها تحصل اخليها none يعني الريكتانجل اللي اوفل اخليه none لان اصلا انا مش عايز اوفل عايز لو انا اخترت اوفل غلط يقولي لا دا ما فيش هنا قوع فاناخد بالي فانا الحاجات اللي انا مش عايزها اخليها none يعني لو انا مش عايز اخلي في مشترك اليونيون اروح ايه قال له وخليها ب none تمام طيب هوله اوكي هوله اوكي بتاعه الوقت 30 طيب بندبنا حاجات تانية برضو اللي اعزين نشوفها ان شاء الله مع بعض لو انا جيت ارسم air terminal اخترت جريلة خلي بالك هي نفس الفكرة يعني هي فكرة اللايتنج فكرة الفاير نفس الفكرة ان انا ارسم الحاجة لما تيجي ترسم حاجة في السيلينج احطها في السيلينج وبايت شغل كله خليه في دوار الفلور العادية اجي هنا اقول له احط لده في السيلينج واحط لده كمان في السيلينج ممكن ناجي هنا و هبدأ انقل من هنا لهنا او اقول له اااا استخدم اي امر من الاوامر براستي جب امر الينج ماشي ممكن حاجة كمان يعني هنقول لطريقة برضو للتوزيع اسهل ان انا ممكن ناجي علي اي واحد فيهم اي حاجة انا نقوم برسمها يعني واقول له امر r امر r إي امر r إي shut مختلف شوية عن امر الري اللي موجود في اوتوكاد 2006-2007 في الوتوكاد 2016 بدأوا يحطوا نفس طريقة الري ديت ان انا بجو اقول له الري تمام وببدأ اقول له انا عايز ترسم الري بيقول انت عايز ترسم الحاجة افكي ولا حاجة دائرية خلانا اختارها افكي بدايات ماشي بيقول لي انت عايز كم واحدة بيقول لي عايز اني طريقة هتحدد اول نقطة واخر نقطة ولا اول نقطة وتاني نقطة يعني عندي تلات جريلات ممكن اقول له اول نقطة هي وتاني نقطة هي هو يحط التالت او ممكن اقول له اول نقطة هي وتالت نقطة واخر نقطة هي هو يحط اللي في النص خلي بالك ان الموضوع لتشغال معي انا ممكن بعد ما حاجة ارسم بخرج من الامر اقول له ايه خلهم لاربعة طب خرجت خلص من الامر ممكن ناجي برضو لسه معملهم حاجة اسمها جروب هتلاقي هنا انجروب لو انت مش عايز الجروب ده يكمل معيك عايز توقفه هاجي هنا اقول له خلي دول اتنين ثلاثة زي ما انا عايز دي طريقة بتبقى سهلة جدا ان انا اوزع الشغل بتاعي لو انا عندي مطقة واسعة كبيرة مثلا ان قدت غرفة محاضرات او مسجد حاجة كبيرة وعايز ابدأ اوزع الحاجة اللي فيها فبروح قيل اول واحدة وقول له ارسي تعال نجربها تاني مع بعض نفس الموضوع ده في اللايتنج ونفس الموضوع ده في البايب وفي البلامينج في اي حاجة احنا نشغلين فيها هاجي هنا وقول له الرئي عندها هختارين لينيار وعند ان انا عامله الريديال اللي هو دائري هقول له اول واحدة ممكن اقول له مش عايزة جروب يعني عاملها وما تعملهم مش جروب انا عايزك بس يتوزحهم وشو مهم يبقى جروب ممكن اقول له انا عايزة عددهم مثلا اربعة وقول له هحتدلك اول نقطة واخر نقطة اول نقطة اهي واخر نقطة مثلا اهي خلي باقيكم ما مقفوش وما لست شغالين يعني ممكن لو حركت بالاسهم لتحت هيتحركوا معايا نيجوا معايا زي ما انا عايز تمام والطرية دي لو احسن فحتى الوتوكات نفسه بقى يستخدمها الاول كان ليه طرية معاينة تانية كلنا طبعا اشتغلنا عليها لا وبدأ يعتمد دي في 2013 و 2014 هاجي هنا اقول له انا عايز قريه تمام اعلا نجرب الاختار التاني هعمل دائرة بس خلي بالك لازم لازم نقطة المركز حركها على اساس ما يليفهمش كلهم حوالين النقطة ديت لا وهلا كده هيبقى كل الجريلات هتليف حوالين نفس النقطة اروح محرك نقطة المركز واقول له مثلا عايزهم اربعة واقول له هحددلك اول نقطة او اخر نقطة او ممكن اقولهم له بالزاوية يعني اقول له الزاوية دي مثلا اقول لكم مثلا مئتين وسبعين تمام والصراح ما وزي الحامل ممكن اقول لا ده هم بشربعة ده هم ثلاثة وابدأ اوزع زي ما نعيز تمام فالموضوع سهل وبسيط الموضوع ان انت توزع الحاجة ان شاء الله ما فشل مشكلة خالص تمام تمام طيب بسم الله طيب احنا اتفنى ان احنا كل شغلنا اللي هيصدر للعميل او اللي هيخرج هو يبقى الشغل كله فين؟ فاول حاجة اللي هيصدر بالزاوية ان انت اضبط شغل اكتاعي يعني اقول له ده مثلا من واحد المية اوليه كان واخد ستة وستعين لانه كان متحول من بوصة او حاجة زي كده فالتحولات دي برت معها حاجة بسيطة هنا هقول له مثلا انا شغل فاين وزي ما انت عايز زي ما انت عايز يعني ممكن انت تكون عايز تخرجها كورسو ما فيش مشكلة ممكن تكون اول مرة تخرجها فتخرجها دي تاني مرة ميديم تلات مرة فاين ما فيش اي مشكلة خالص تمام؟ طيب ممكن انت بعايز تكتب تعال نشوف مدرعة كتابه ازاي اي الكتابات كلها في Annotate Annotate دي مسؤولة عن الحاجات الحاجات اللي ما بتظهرش في البيوته بس يعني الشغل ده اللي انا رسمته ممكن مثلا حاجة زي البيب دي تظهر في كل الدوار تظهر في كل الدوار تمام؟ انا ليه مثلا البيب ده طالع في كل الدوار اللي فوق فتطلع في الدور التالت هتلاقي البيب اهيه الريزر بتاع البيب موجود لو انت عايز تشوف صح قل لي find هتبدأ تشوف صح تمام؟ ودي مست الريفت انا دوقتي لو عدلت البيب دي جبتها يمين او شمال هتغير في كل الدوار مرة واحدة تمام؟ مش محتاج ان انا ادخل لوحة لوحة ازحك كم سنت دول لا ده هي كلها مرة واحدة فبيفضيني ان انا اطلع تصميم كويس اطلع احسن حاجة تتعمل طيب لو انا عايز اده اكتب الكتابات بتاعتي من انوتيت تعال نجرب التكست الاول التكست ده اللي هو الكتابات بتاعت الواتقاد العادية يعني لو انا عندي الدكت دوت ماسه كام 12 في 12 هجاء اقول له تكست واكتب هنا 12 في 12 ده اللي هو بتاع الواتقاد 12 في 12 طيب لو انا جربت التكست التاني اللي هو بتاع التاجات اللي هو حاجة خاصة بالرفيت هاجي هنا تاج وهبدأ احط التاجات هنا اه بش يزهر معي ليه مفيش تاج اللي الدكت متحمل في المشروع تمام؟ وده سهل ان احنا نتفادها بتعمل تمبلت تحط في كل التاجات وكل الفام اللي انت تستخدمها بحيث ما تقفش خالص تبقى انت شغال إكسبريس طوالي تمام؟ اه دكت دكت ستاك بتلاقي عندك كزا نوع عندي bottom elevation عندي دكت size هنبدأ نشوف ازاي نعدل الحاجات دي ونزبطها كلها مع بعض نفهاش مشكلة وسهلة جدا ان شاء الله خلاني اختار الدكت size خلي بالك العمد اتنين فانت لازم واحد فيهم هيكون كويس والتاني احسن فانت خلي المشروع بتاعك فيه احسن حاجات موجودة التمبلت بتاعك اللي انت تشغل عليه تمام؟ انا حملت اهو وحملت ده اللي 12 في 12 ماشي؟ طيب اول حاجة لو جيت غيرت المقاس دوت اه لو جيت وقفت على الدكت دوت وغيرت المقاس خليته 14 في 12 اتعدل في التاج وما تعدلش في الكتابات العادية اللي هي بتاعت الوتوكات دي اكبر ميزة هستفاد منها من موضوع التاجات تمام؟ فاكبر ميزة هستفاد منها ان الشغل بتاعها هيبقى طالع زي كتابات بتاعته بشبافي اختلاف يعني لو جيت هنا وبعدين هو بلوت التوطماتيك الواحدة ما بيضطرش ان اكتب حاجة اهو ده لقط 16 في 6 ده لقط 14 في 6 تمام؟ وانت ممكن بتكتب كل حاجة في اللوحة وتعدل بمزاجك ومبطرش ان انت بتاعت تبص على الشغل طيب لو انا عايز الكتابات دية التاجات دي اكتب معاك كلمة ثانية اعدل في الفاميلي بتاعت التاجات هقول له قدت فاميلي تمام؟ بلاقي دي size ايه size دي؟ دي حاجة اسمها label تمام؟ بش كتابة لا يعني هنا هو اول ما بيدخل على المشروع بيبدأ يقول قدت size طب انا عايز يقول لت حاجة تانية غير size تمام؟ هقول له label وقول له القطلي على سبيل المثال مثلا اكتر حاجة باستخدمها في شغلنا ال bottom elevation اهم بادوس على الحاجة اللي انا عايزها مرتين تتظهر معايا في الحاجات اللي هتظهر هنا ايه الحاجات دي؟ ده size وده bottom elevation ممكن اطلع واحدة فوق التانية ايه هنا بكتب كلمة قبل size يعني ممكن اقول له مثلا size طبعا مش مستحبة لانها هيبقى كلام كتير بس كمثال هنا كلمة بعديها وليكن مثلا ملمتر مثلا او اي كلمة حسب واحدة الكلاس نحن شغالين بيها تمام؟ برضو bottom elevation ممكن تقول له bottom of elevation bottom of duct تمام؟ bottom of duct ودله مسافة ممكن تدله علامة يساوة وما تدهوش زي ما انت شغال عادي ممكن تكتب له هنا ملمتر لو هي بش موجودة في قبل المشروع طيب اعلم عن عامة break هنا ايه عامة break دية؟ بحس يخلي دي سطر والتانية دي سطر تاني ده في سطر وده في سطر تاني لو شلتها هيبقى لو في مسافة الاتنين ممكن نيجو في نفس السطر اقول له اوكي خلاص كده انا عدلت ممكن اجي هنا واسحب دي شوية كده زي ما نعايز ممكن نرفي الشكل دوت برضو عادي اقول له ايه؟ حمل في مشروع اقول له off right هو اوتوماتيك هيعدل في الفاملين لستها زي ما تشايف خطاب للsize 20 في 6 والبوت مفزقت ادو البوت مفزقت تعم؟ هندوس كنترول زد عشان ارجع طيب طيب انا لو جيت في المنطقة دي هنا خلي بالك انت هنا لازم ترسم سيكشن كل شوية اللي هي عساس ما اضطرش تجي في اخر مشروع تلاقي حاجة خبطة في حاجة ترسم سيكشن و جوتو فيو وشوف في حاجة خبطة في السقف بتاعك ولا لا اه في حاجات مثلا ممكن تكون فوق حاجات تحت تده تعدل زي ما اتعايز يعني هنا في حاجات هيبش مزبوطة اروح معلم عليها وتده بقى تزبوطها تمام؟ انا بدوز باستها ما اطلحها لفوق زي ما انا عايز وابدأ ازبوط الجريلة على سطح الساك بالزبط على سطح السينج بالزبط الين وقت تبدأ تزبط دي على دي اهي وتزبط المكنة تبدأ تزبط شغلك لو في اي حاجة باش واضحة ان شاء الله مع الامثال ان شاء الله طبق بإذن الله طيب لو انا خدت جريلة اهيت وخدت واحدة كمان كوبي ماشي ممكن احط كزا واحدة موجودة فيها اش مشكلة خالص ايه هنا جريلة اللي رسمها تحت الحدود بتاعتها بش لقطة الالاين تمام؟ بس في جريلة التانية هتلاقى بتلقطة هنا ده الحد بتاعت جريلة نفسه بش مرسومه صح او ممكن يكون اعملها من نص يعني لو جربنا كده اهي او مزبطها من نص طبعا ده مش مزبوط فانت منفرد في جريلات معمولة انها من الحواف نفسها بتبقى ادق طبعا تمام السينج هنا على كام اقف على السينج السينج على 2 متر تبقى الجريلات دي وانفردت بقى على كام؟ على 2 متر تمام؟ اه في هنا مشكلة هو ده اللي عمل لنا المشكلة هو ده اللي عمل المشكلة ايه هي؟ هنا ده متنسب لليفل واحد ده مزبوط هنا السينج متنسب لتنين متر طب هقول له خلي السينج تنسب لليفل واحد تمام؟ 2 متر طيب تعال نشوف افزكشن ايه مزبوطة كده تمام؟ طبعا السينج اه طيب هقول له ده يتنسب لليفل ستة وده برضه يتنسب لليفل ستة تمام؟ تعال بقى نشوفها في السكشن اه كده مزبوطين ان شاء الله طيب انا اعترف ان انا نكسعلي شوية فبش عايز ابدأ ارسم انا عايز هو اللي يرسم ممكن اعمل ايه؟ اقف على جريلة فيهم تمام؟ وقول له اعمل لسيستم اسمو داقت ويقول له هسميه ايه؟ هسميه ماشي يعني هسميه زي ما انت عايز سميه احمد محمود تمام؟ وفتحوه لي السيستم ادتر عشان اعدل فيه هضيف اقول له ضيف لديات ضيف لبيات الجريلات وقول له ايه؟ فنش ممكن اقول له سيليكت سيليكت وارح بحدد له مكنة مثلا زي الفان كل يولا طب انا لو وفتح على اي واحدة فيهم هلا عندي حاجة اسمها جنريري لي اوت هيبدأ هو يكترح لي تصميم معين اقول له وريني سيليوشن هو بيوريني مثلا بيقول انت ممكن توصلهم بالطراءة دي او ممكن بالطراءة دي او ممكن بالطراءة دي او ممكن بالطراءة يعني بديني كذا طريقة اخترنا منهم وممكن اقول له بلس بيس يعني حددلي النقطة اللي هيخرج منها او هيتوصل بها هي النقطة دي تمام؟ طيب انا طبعا الشكل ده مستحيل يعجب حد يعني او ده ممكن ماشي طيب انا علاقلنا الارتفاع هقول له setting وهبدأ اختار الارتفاعات اللي هنا خلينا نختارها مثلا الفين الفين و تلتمية مثلا انا سيدي المسال والبرانش برضو الفين تلتمية و تشوف بقى الفليكسبول عايز توصل الان الفليكسبول اقول له اوكي بعد ما بترسم بتقول له ايه finish the out خلاص هو بقى بيبدأ يوصل توصيله وبتحتاج بس انت بس انت لو في ضغط عايز تقدله و تكبره و تصغيره زي ما انت عايز بس هو ممكن يكون فعلا شغل كتير فانت ايه يكون رايحك من جزء كبير او منه تمام؟ ممكن ناجي هنا برضو ولا حاجة اسمها system انسبكتر ده بيحدد لي كل جزء كل جزء من الحاجات راحة فين يعني الهواء جاي منين و راح فين و داخل فين و البرشرة فيها قد ايه البرشرة لوسيس قد ايه الستيكبروشرة قد ايه الفلو قد ايه بيديني معلومات كاملة عن كل حاجة كمية cfm تبخط cfm منين قاعد شوف الجريلة دي فيها كم cfm و دي فيها كم cfm راح جاوم كلهم تمام؟ نلجي عن الرسم ديت انا كان نفسي نشرح المشروع كله تكييف بس يعني ناخد اليوم كله مثلا نشرح المشروع و كده بس ايه يعني عاساس ان هعندانك ال system فهضطر بس ايه ادي نمازج لكذا قوضة و عاساس ندخل في المياه و ندخل في ندخل في الدريل ندخل في الفاير ندخل في الكهربا و ان شاء الله يعني رب الوقت يسعفنا باذن الله تمام؟ طيب من دينا الحاجات الجميلة من analyze بلايه عند حاجة اسمها hitting and cooling routes ايه ديت؟ ده هو برنامج الهيب يعني مجرد ان ندوس عليها بيبدأ يحمل لي المعلومات بتاعتي بيقول لي المعلومات بتاعتي بيقول لي المعلومات عبارة عن ايه؟ هل هو اوفيس؟ ولا ميوزيوم؟ ايه نوعه؟ موجود فين؟ اول ما اقول لي location ادوس هنا ده موجود في المانيا ممكن اخليها المانيا عادي او اجي اختار الدولة من هنا اقول له kyro تمام؟ او ممكن اقول له internet mapping surface تمام؟ ايه وتبدأ بقى تختار الدولة analyze default city list is based تمام؟ بمجرد ان انت اختارت الدولة بمجرد ان انت اختارت الدولة بمجرد ان انت اختارت الدولة هو هيلوط على طول الوزر مزبوط المعلومات بتاع الوزر دي هيلوطة مزبوطة كمية الـ dry و كمية الـ width والهيتنج design والمعلومات كلها هيلوطة على طول هم متخزانة عنده تمام؟ طيب بيجي بعد كا بيسألني ground plan بتاعي اني واحد فيهم؟ اني واحد فيهم هو ده ground plan ممكن level 1 ممكن level 6 ممكن level 2 زي ما انت عايز ممكن يكون الدورين اللي تحت مثلا هم basement فانت تبدأ تختار ان واحد فيهم هو ده اللي يبقى level 1 project face هل المشروع ده تنفذ فعلا؟ اما انا بعمله نموذج ليه؟ ولا لسه هتنفذ new construction تبدأ تشوف المشروع ده فعلا ايه؟ ممكن يكون عنده اجزاء من المبنى اتبنت وفي اجزاء لسه ما اتبنتش ابدأ خصصها في حتة لوحديها انه ده بيتكلم على المشروع كله وممكن حتة حتة ابدأ خصصها المبنى ده تعمله ايه؟ يعني vv single duct ولا ولا عايز تعمله النوع hot air ولا عايز تعمله ايه بالضبط ده برضو المبنى كله يعني ممكن تكون انت عندك كل القوط بسيستم معين وقوط ثانية بسيستم مختلف شوف الاغلبية ايه؟ وبقى نبدأ نخصصهم مع بعض التقرير التقرير اللي هتطلع لدلوقتي بكل قوضة مثلا هتاخد cfm ولا little per second عايزة هتبقى النوع خلاني نختار simple كل ما تختار standard اعلى بس احنا اختار simple بس ايه؟ موقعتها ممكن اقول له details وابدأ اشوف details بتاعي تمام؟ هنا في حاجات لسه ما تدخلتش فهو بتقول له لسه ما تعملتش ما فيش اي spaces في المبنى طيب تعال نعمل spaces سهلا نمتن هنعمل spaces ال spaces بتعمل ازاي؟ من analyze بقول له نعدي space وابدأ حد ال space بتاعتي بيقول له ما فيش تاج متحمل لل space اقول له ماشي حملي تاج لل space ال space دي عاملة زي ال room مثلا ال space دي هتاخد قديه cfm او قديه liter per second تمام؟ فهقول له وانعايز ال rivets family وقول له انعايز اه احنا قلنا space طبعا اول ما تلاقي حاجة ما بس عندك نروح هالجي الموضوع ده فين؟ في ال في التمبليت يعني الحاجة ما تحطهش هنا بس خلاص لقى تروح تحطه في التمبليت كمان اس بيس تمام اس بيس اه طب ما بقدرش تظهر يعني هو بتحط بس ما فيش حاجة تظهر تمام طيب دي ممكن حالها ازاي ممكن ادوس في في وادخل في الانوتيشن وبص على الاس بيس ارتكشور اس بيس اشوف الاس بيس ظهر اولا موديل اس بيس اس بيس اس بيس موديل اس بيس اس بيس موديل اس بيس هيا سبيس هي ظهرة معي طيب هنا نشوف كده ظهرة لا بش ظهرة طيب نشوف كده في level واحد هتقدر معاينة لأقول له endureادنه نع whatsapp هيقده غايتنا concentrate سبس هنا زهرة ولانتش سبس سبس تيك سبس اهو طيب بي في سبس زهرة اه معايش الانتريور و الريفرنس مكانش يظهرين اوكي اه دي اللي زهرة معاي سبس اي اشتغلت هي تقريبا ليفل واحد ده تحت الارض فهو ده اللي عمل مشكلة انا هبس الاسامي بس الغبطاتنا شوية اي دور هتفتحه هيزهر معاك موضوع الاسبيس ده عادي خلص ليفل تلاته ممكن تيجي هنا اسبيس هي المشكلة بس عشان الناس ان شاء الله متحساش معاكو بس هي المشكلة ان لو دخلنا في الاليفيجن ليفل واحد دوت ده اللي هو ليفل شغل بتاع اللي هو ليفل ستة ممكن عشان تشوف الموضوع ويرفريم او الارضية بتاعتي هي ليفل ستة ليفل واحد ده مثلا ممكن نسميه مثلا ايه الارضية العادية او الارضية ده مثلا السطح بتاع المبنى بقلت له غيره بجميع الدور هيتغير معاكو تمام طيب نرجع ماشي انا ممكن تحط الاسبيس بتاع كل الاماكن والو جاني هنا بقى في وتبدأ تسميه الاسم اللي انت عايزه يعني يمكن تيجي هنا تقول له المسان الاسبيس دي ان عايزي يسميها او لياكم مثلا غرفة الفرين لازم أي مبنى يبقى فيه غرفة الفرين عشان يسمعش الكلام طيب ممكن اجي هنا اقول له أنا عايزة بالاريا وتيجي موضوع زيقوي ان انا اقول له اعمللي بالاريا بالفوليوم زي ما اعايز الميزة في ايه؟ ان انا لو انا عدلت شوية يعني انا جدت عدلت في الحيثة دي شوية الرقم بتغير اوتوماتيك خلي بالك هو الرقم بتغير اوتوماتيك طيب لو انا عايز اغير الحاجات ديت يعني انا حس ان فيك سور قوي اعمل ايه؟ اروح دايس يونت يو ان يو ان عشان انا اتحكم في اليونت هقوله الاريا انا عايزها مثلا بالمتر زي ما فيش ايه مشكلة خالص اه او اه خليها بالمتر فيش مشكلة سكوير متر عايزك ما تجيب ليش كثور قرب هاللي قرب عشرة اوكي اوكي دايس اتسابي المثال الوضة اصلا مش كبيرة قوي بس ببورك بس اتسابي المثال قال للوضة دي مسلا عشرين متر تمام؟ ممكن تقول انت محتاجها كثور بش كثور زي ما انت عايز تمام؟ هاجي هنا بعد كده اقول له هيتنجا اند كولن جروت ده بيقول انت بقى لك كتير ما سيفتش مشكلة الحمد لله ان القرارات التعشان ده في مصر خالص تمام؟ طيب ادى هيل سبيس تمام؟ دي الاماكن اللي اتحطت خلاص مزبوطة بيبدأ يديني مواصفات ليها ممكن كل قوضة فيهم ادخل اضبط الخصوص بتاعته ابدأ كل حاجة اضبط لقى خصوص بتاعته بقى هنا عندي تخصص اكتر ممكن اقول له كمية الكهرباء مثلا هتشغل الان اسكادول الباور اسكادول بتاعه ايه اللايت انجلوت بتاعه ايه كل الحاجات اللي موجودة في برنامج الهيب تمام؟ لو اي واحدة من دول عادة تشوفها باجي هنا اقول له هايلايت يعني نورهولي عشان اعرف ان احنا نتكلم على ان قوضة تمام؟ ممكن اقول له ايه ايزوليت ايزوليت يعني اخفيلي كل حاجة ما هذا الحاجة اللي انا شغل عليها اقول له كالكوليت هيبدأ يحسن هيطلع تقرير زي برنامج الهيب يقول لي كل حاجة مسحتة ايه كل حاجة مسحتة ايه هدهو التقرير بيجاب لي اسم المشروع بيجاب لي التقرير نوع ايه بيجاب لي كمية الدرواي والويت كان في هرنايت ممكن تعدل وحدات دوس يو اين وتقول له بدل في هرنايت ايشتغل بالسيريزي زي ما انت عايز ايه البيلدنج سامري معلومات عن المبنى وبايكها كل الاريا اللي واحديها بيجيب لي المعلومات التخاصة بيها جمعا ممكن تقول له يو اين وتقول له انا عايز اخصص درجة الحرارة انتشي فيك تبدأ تشوف مثلا انت تشغل اول حاجة سيف ام ولا بالليتر برساكنت درجة الحرارة تشوفها فين هيتن جروت لا مش هيتن جروت عندي هنا الباور البرشور البرسيتي اهي التمبرشور بدل في هرنايت هتقول له اذا انا شغل مثلا بالكيلفين بالسيريزي زي ما انت عايز تهم وده لازم تزبطه في التمبليت ما تجيش كل شوية تجي تزبطه هنا سيف ام يعني كيوب في فيت مينت يعني هي كمية الهوى اللي هيمشي في المصورة الدقيقة كم مكعب في دقيقة او بحدده التجاه الشميل او بحدده التجاه الشميل او بحدده التجاه الشميل او بشوفها مع بعض دي المحاضرة كم الثلاثة او اه او رابط المحاضرات المانسة اشرف فى مار يهزف مربنا ان اجزى عنا كل خيط تمام طيب السبسوه عامل زي الروم يعني اه 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 هي مساحة من المساحة مثلا يكون ايه يكون عندي اوضة هتاخد تكييف معين كميسي فئن معين الاوضة الجنبها تاخد كمية ثانية فكل واحد فى مناسه بس تمام تمام؟ مشي نفل ديت ممكن اجي على اي واحدة فيهم اي جريلا او اي حاجة كنت ترسمها هدوس كليك يمين طب ساني واحدة هعمل بس حاجة مودفايز بيليت نقطع دير وايجي هنا ودوس تاب تاب ولاي عندي حاجة اسمها داقت بايب سايزينج داقت بايب سايزينج داقت بايب سايزينج انما بدوس عليه بيبدأ يقول لي انا ممكن اعملك داقت سايز للحاجات ديت بس اكون مرسومة سليمة مفيش حاجة فيها اي مشكلة خالص اقول له مثلا نعملها اللي بالفريكشن وهدير لكم ميت الفريكشن اللي عندي هدير لكم ميت الفريكشن زي ما نعيز هدير لحاجات البعلمات بتاعت كلها اقول له احسبها لي ممكن اقول له انا عندي اسيست عن الهاي مثلا مايزيش عن كزا الهاي مزيتش مثلا انا عن 18 لان انا عندي مثلا من فارق من السيلينج والسقف صغير تمام تمام هتجي هنا ودس تاب تاب وقول له بعد كده داقت سايز وتقول له ارسم تمام سبعا تكون كاتب له معلومات سليمة يعني تكون انت مثلا هاي له الفريكشن تمام انا طبعا بش مندخل له معلومات مزبوطة فممكن نكون الهدقة اللي ارسمه بش مزبوط تمام تمام اقول له شوو دسكنكت ورح معلم على الدكت وقول له اوكي كده اي دكت بش متوصل اجيب لعلامة ان هنا بده بش توصل الانديكاب لو اتحملها في المشروع بقول له داقت فيتنج انا شوف هنا انديكاب ولا لا ايه داقت فيتنج انديكاب واحملها واحطها في اخر الصوك خلاص كده اتقفل اوه اوتوماتيك بياخد نفس المقاس بتاع الدكت طيب اول ما بحدد المدينة بياخد المعلومات طب احدد المدينة ازاي ممكن من منش طرق تانية انه حدد المدينة ادخل المعلومات بتاعة المشروع ايه الوكيشن ابدأ ادخله المدينة اقول له مثلا اخد المدينة اهيت زي ما احنا عملناها مرة فاتت اوه اوتوماتيك بياخد كل المعامات الخاصة بالمدينة اوه اوتوماتيك بياخد كل المعامات الخاصة بالمدينة الوضع التانية انا عايز اعمل واحد فيهم بالترو نورس بتاع المشروع اللي هو الناده الشمال واحد اعملهم الترو نورس الناحياتي ايه هاعمل الوحتين هاجي هنا هقول له ايه double key view بلا عند اختارين double key هعمله double key مغير الكتابات والحاجات دي كلها و double key with detailing هيعمله بالكتابات والdimension واي حاجة موجودة وعالم الستيكشن وكل حاجة هقول له ايه double key تمام اه طيب level 2 ده هسيبه زي ما هو الكوبي هو بلا اعدل فيه اول حاجة هقول له ايه الorientation بتاعي مش البروجيكت نورس يعني ما تخليش الزوة بتاعتي هي البروجيكت نورس لا الترو نورس الترو نورس اللي هو الشمال حقي بتاعي اللي هو بشاور ناحية كتب الشمالي تمام طيب هاجي هنا من قائد منش وقول له ايه rotate true north الفيلي true north هاجي هنا والفه وممكن اكتب له زاوية على طول ممكن اقول له مثلا الفيلي بزاوية كاسة تمام اولفه كده زي ما نعيس تمام ده كده بقى ده كده حقيقي كده كده ده كده انا مزبطه على الحقيقي بتاعه الحقيقي اللي هو موجود في الموقع بس انا عشان اسهل عن نفسي ومتلغبتش وانا بارسم الدكتات ممكن اشتغل على الليفل اللي هي بتاعي وتعال نرسم دكت ونشوف ايه اللي يحصل يعني انا لو جيت هنا ارسمت دكت تمام؟ الدكت ما بنشي ليه ما بنشي؟ ممكن عشان موضوع الارتفاع اول حاجة زباط ديت طبعا حاجة دي منزباطة لانها مش متزباطة في التمبلات لو احنا عملنا تمبلات لينا واشتغلنا بيه هتلاقي الموضوع بقاسة هاو وابدأ ارسم الدكت طيب عايزين نحط اي دايمينشن نتعلم زي نرسم دايمينشن هقول لانوتيت اقول لان عادي سنرسم دايمينشن عند الهين دي دا هو دا احسن حاجة بالنسبالي بارسم من هنا الهين اهو عند حاجة تانية ممكن اقول له ارسمالي من الول سنتر انا عايز ارسم الول سنتر باش للول فيس وال فيس يعني واجهة على حيطة والسنتر نص الحيطة وراح ارسم مثلا للحيطة دي عشان تبقى معي هو كده لسن من نص ومكمل معي عممكن نرسم كذا حاجة تانية دي حاجة لزيزة في الشغل بتاعة دايمينشن ان انا هو بيكمل معي لحد ما اقول له اف اقول له الاين واعلم عن حاجة اللي اعيزها وبعد كده ابدأ امشي لو عايز زود اي حاجة تانية انا اعيز حاجة اعيز زودها بقى هنا اقول له ادت وابدأ ازود اي بدوس هنا عايز اشيل بدوس شفت تمام وروح معلم على الحاجة اللي انا عايز اشيلها اي يروح شايلها تمام هلاقي الضغط بس ليه؟ لان احنا قلنا الكتابات اللي تكتبها في الفيو بتاعها بس مالاش جعب اي فيو تاني طب لو انا عايز نقلها ماشي ممكن تيجي هنا وتقول له كوبي وتروح راح اي فيو تاني مثلا وتقول له بيست هو المسؤال هنشوف هنا احنا حطها ولا ولا احتيไป مالفوفها معي بس 台灣2 Our current view حطه تمام مضبوطة زي ما هي تمام فدي احية الارτηة وغالي ما انت تتبع واحدة فيه مش تتبع الاثنين يعني اللي ام عايز نتبع انت بالطبع ترو نورس او عايز نتبع بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااامالبрупرويبراي owners ومشوني اعيني واحدة فيهم اللي هتشغل عليها وده اللي تبدأ تكمل عليه تمام طيب لو احنا عايزين نعمل الحمامات تمام تعالوا ناخد مسلا وليكن ده الحمامات بتحتي لان ده الشفت تمام طيب تعالوا نشوف هنعمل ازاي الحمام خلاص ان شاء الله بإذن الله نعلي الصوت يا غشونة الصلاح ان شاء الله الرابط برضه يبقى موجود على المنطقة الضارية لو بشتغل عندك ادفع اي برنامج شات او تحميل او upload اسنان المحاضرة عساس ما حصلش معك اي انقطاع بإذن الله تمام طيب رسم البلنم ماشي او رسم البلنم مفرش اي مشاكل خالص يعني هو انت ممكن تحمل اصلا يعني هو انت بترسم في التكييف تمام بس نحمر حين ممكن اجي هنا اقول له نعايز ارسم ميكانيكا لكوب منت فيه كوب منت بيبقى فعل البلنم جاهز وممكن ترسم البلنم ده عن طريق ان انت بتعمل ضغط يعني ممكن تعمل ضغط كده ده تعتبره البلنم بتاعك اختار بس فاملي غردية ايه فيه فاملي ببقى فعل البلنم جاهز البلنم ده المكان اللي هو هتقابل فيه الفرش اير مع الراتير اهه فيه كذا فاملي ببقى فعل موضوع البلنم ايه يعني لو انا قلتله هنا انا هورج بس فكرة ان اممكن ارسم ضغط كده كبير اطلع بيه عادي واقفوا بعد كده اكمل بقى ارسم الضغطات بتاعتي دي طريقة والطريقة الاحسن ان انا هلاقي فاملي عندي فهق كلمة الفهل بلنم جاهزة اراح واخذها ان شاء الله الفاملي دي كلها بتحمل حمل منها مكروب من 4 جيجة ونص 6 جيجة ايه هي موجودة في الفاميلي في الرفيت فاميلي ايه انا دخلت في الميكانيكا الايكومنت هتلاقي فيه فان كل يونيك كتير ببلينام ايه ببلينام هيت تمام؟ ففيها مكان جاهز وتلاقي وصله رتن وصله فرشير تمام؟ طيب اه لو انا بقى عايز اعمل بلامينج تمام؟ ممكن كذا حاجة ممكن اجيك كده اختار اللوح اللي انا عايزها تمام؟ فاليكم انا عايز اعمل دول ليفل اتنين ده عايز اعمله منه واحدة كمان تكون لبلومينج هجدوس كلك يمين وقوله دوبليكات فيو واشوف بقى ديتيلنج او لما بدون ديتيلنج زي ما انا عايز واللوحة الجديدة ديت هابده اغارف الخاصات بتاعتها بحيس انها تبقى بلامينج هقوله دي خليها لي الميكانيكل بشوف فيه هنا بلامينج ولا في بلامينج ايه وهنا هقوله دي خليها لي مثلا وطر او درين زي ما انا عايز ولو بش موجودة تقدر تكتبها ممكن اكتبه ممكن اقوله مثلا ده خلي وطر خلي درين زي اي زي مفيش اي مشكلة فيه تمام تعالى نبص كده هنا ارتكشر مش عايزين دلوقتي البلامينج هوت تمام اهي اللوحة تمام اول اللوحة ديت انا مش عايزة اتش فيك طب عايزة ايه تبده تختار بقى وطر تخرد رين زي ما اتعايزة تكتبها وطر تبلاي تمام طيب لو احنا بدأنا نرسم موضوع الشغل الصرف بتاعه هنا تمام اه هقوله هنا انا عايزة ارسم بلامينج فكتشر بلامينج فكتشر بيقول اللي عايز تحط ايه دي الحاجات اللي عمدي ممكن تزوج زي ما انت عايز خلي بالك لازم وحتما وضروري تختار الفاميلي انت عايزها وتلغى اللي انت بش عايزها اللي ايه؟ فيه فاميلي بش ليك يعني المعمل يسعب بيحطي فاميلي ما فيهش الكنكت يعني هتحطها وبش يخرج منها مواسير تمام؟ فانت لازم تختار الفاميلي انت عايزها الفاميلي اللي هي تناسبك يعني فيه اه ده مثلا بقى فاميه برده وميه سخنه دي بيش مناسبة يعني محانش بيستخدمها في الوطن العربي او في مصر عموما فانت تختار الحاجات اللي انت عايزها تمام؟ ممكن تحط بقى القعد زي ما انت عايز ماشي؟ ممكن تحطها كده ممكن تحطها في الظهرها هنا دي حاجة بقى ايه؟ يعني حاجة حاجة بش تابعة الريفت حاجة تابعة كنت ماشي؟ ممكن تحطها كده وبعد كده تحركها ماشي؟ وتبدأ بعد كده تحط الحاجات اللي انت عايزها انا حط ايه؟ ممكن تحط حود حود مثلا اوه اوه خلي بالك اوتوماتيك اول ما جيت تحط الحود هو زبطه عارف ان اللي فيجين بتاعه على الارتفاع دوت على 86 سنتي ونص بش محتاج بقى ان انا اضح فاس كود او احطى او افز بكود معايا لا اوه اوتوماتيك لوقت اعارف الحاجات فبيحطها حط انت بقى الحوت زي ما انت عايز ونبدأ بقى ايه؟ نشوف هنشتغل في الحاجات دي ازاي؟ ممكن زي ما احنا عملنا في التكييف نعمل هنا برضو اقول له اعمل ليه سيستيم وقول له وصل انت مع نفسك تمام؟ وهيوصل المية ودرين زي ما احنا عايزين ما فيش اي مشكلة خلص وممكن نبدأ نرسم مع نفسي يعني نرسم مع نفسي ازاي؟ هاجي هنا وقول له نعايز ارسم كود وطر انت رو باي تمام؟ وهاجي اراح دايس ايه؟ مسترة اخرج مسترة دي اعساس لو في مثلا هي نزلة تحت فيروح حاطت لقوع لها حيث ابدأ ارسم الحاجة بتحت مزبوطة تمام؟ الديامطر هنا بش عاجبني والشكل بيرسم بديامطر تاني غير اللي هم تعودين عليها تمام؟ هابدأ ارتفع اقول له مثلا عايزها على 2 متر تمام؟ هابدأ امشي بالمواصر بتاحت زي من عايز تمام؟ المواصر بتاحت بش زهرة بش زهرة ليه ده اللي هنشوفه دلوقتي؟ دي حاجة اسمها view range تمام؟ تعال نشوف حلقها ازاي ايه حكاية view range المشاكل دي كويس انها بتزهر على اساس نعرف ايه ايه ونفهمها ونتجنبها تمام؟ هنعمل stop كده للشرح ونتكلم في نوت ستين اللي هما المواصر بش زهرة المواصر بش زهرة الر terminal بيقى فيه هاجر rl على طول تمام؟ طيب احنزين بس نفهم ايه المصطلحين دول عند مصطلح اسم الفي في كلامنا عنه المرة فاتت بش مشكلة نتكلم عنه المراتي الفي في ده عبارة ايه؟ ايه اللي انت عايز شوفه لانهو اصلا مفروض لو انت هشوف كل حاجة هتشوف التكييف كده معك يعني الروحة اللي انتشغل عليها هتشوف ضغط التكييف لانتو الاتنين بترسموه في نفس القوضة تمام؟ لو انت ترسم ضغط اكسوست لازم تجي هنا وتقول لان عايز ارسم ضغط اكسوست وترسم ضغط ده ضغط ضغط اكسوست وهترسم كيبورت ري انا عايز اللوحة دي مازالش فيها غير بلامنج مش عايز تيظهر فيها لكيبورت ري ولا 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 شغل التكييف ولا احا خلص عايز بس الحاجة بتحت هي بس اللي تظهر تمام؟ وفي لوحة ممكن اكون محتاج انا فيها الاتنين ممكن في لوحة اكون انا محتاج فيها الاتنين طب اعمل موضوعتها ازاي؟ انا مش عايز الاتنين دول يظهروا معي اعمل ايه؟ عندي حاجة اسمها VV هقول له الحاجات اللي مش عايزها تظهر معي اخفاها من هنا ال VV بتأثر في ال View اللي انا وقف عليه بس هقول له مش عايز للدكتوت ولا ال Air Terminal ولا كيبورت ري تعال نقول له انا عايز كهربا وألغي الميكانيكل وهنا ألغي الحاجة بتاعت الكهربا تمام؟ ده ال VV تمام؟ ده الدكت احنا ممكن ننسينا نخفيه نبص كده عليه تاني الميكانيكل او الدكت احنا ننسينا نخفيه تمام؟ هنا بي انا بقول له عايز زيزهر باندي لون يعني ممكن اقول له نخلينا ال Bibe عشان ال Bibe يظهر معنا فين ال Bibe نختار ال Plumbing طيب نختار ال Bibe اقول له نعايز ال Bibe يظهر معي ابدأ اختار له بقى لون معين اقول له مثلا خلي لونه اخضر اي Bibe يبقى لونه اخضر اي Bibe في حاجة تانية ابدأ اخصصها وخليل ال Bibe يبقى لونه يبقى الوتس بتاعها التخنين بتاعتها اربعة واحد خفيف خالص ستاشر يبقى تخين خالص تمام؟ واحد خفيف كل ما تكبر في الرقم كل ما الرقم ده يكبر معي Pattern لو عايز تحط فيه Hatch تمام؟ ال Project Service لو انا مش قطع فيه Cut لو انا قطع فيه طبعا مفيش حاسمها انا قطع في ال Bibe ومفيش حاسمها انا قطع في الحاجات دي الحاجات داعت القطع دي غاليما بتبقى فين؟ غاليما بتبقى مثلا ال Wall باب تبقى انت قطع فيها حاجة كبيرة فانت قطع فيها هاف تون لو انت عايزها خفيفة هاف تون لو انت عايزها خفيفة هاف تون لو انت عايزها خفيفة اديتي الليفل ممكن نقوله ايه؟ المشروح كله بش هو ظاهر double line؟ لا دي بس البايب دي بس في الفيديو ده بس الزهر هولي كورس فكده مهما رسمت البايب تظهر معك بخط واحد ما تظهرش double line يعني لو قلت له رسم البايب وجيت رسمت بايب هنا تظهر معي single مع ان انا مختارة fine ليه؟ في في وباخد اللون خلاص لو قلت له بقى fine باي فيو باي فيو يبقى حسب لو فاين يبقى كله fine لو ايه كورس يبقى كله كورس لو قلت له اوكي خلاص هتلايزهر معي double line طيب الانوتشن دي الكتابات لو ممكن تكون انت مش عايز تظهر البيب تاج بش عايز تظهره الحاجة اللي انت مش عايز تظهرها بتخفيها انا ممكن عام سيكشن مثلا مش عايزها تظهر ترخى فيها دي لوان انت مدخل اي حاجة كاد وان شاء الله هندخل ملف كاد المحاضر دي ولمحاضر الجاية اللي بعد كاسمه filter دي لازم هينشرحها بس بدأ الواتي يعني دي حاجة advance شوية ممكن يعني نقولها ببساطة كده ان دي عبارة عن ايه ا ا NA دي عبارة عن ايه عبارة عن ان انا بخصص حاجة معيانة ايه اقول له انا مش عايز اخفي كل الدقطات او اخلي كل الدقطات لانه هازرق لا ده انعيز الدكتر subscribe يبقى هازرق والدكتر itern يبقى احمر على سبيل المثال تعال نشوف مع بعض هقول له مثلا كولت وهقول له قوت طب الكولت ده عايزين نخصصه هل الكولت ده مرتبط بايه مرتبط بالبيب مثلا البيب والبيب فيتنج يعني الخاصية دي لو خفتها هتخفي البيب وتخفي البيب فيتنج لو خليتها نوع مر بيها هكثر في البيب والبيب فيتنج طيب في كل البيب ولا ليه خصائص هقول له لا بشكل البيب ده نعايز البيب اللي الطيب نيم بتاعها بيسوي كزا واختار اللي نعايزه من هنا اقول له مثلا اللي الطيب بتاعها بووتر تمام او اقول له السيستن نيم او دمست كولت ووتر ممكن نعمل واحد تاني اسمه الهوت ووتر السيستن طيب تبدأ شوف ايه الحجل دمست كولت ووتر ووت ووتر خليها مثلا نختار ده واقول له اعمل له واحد تانية هو تووتر دي هتأثر في ايه هتأثر في البيب برضو نفس الكلام والبيب فاتي وهقول له دي مثلا نتخليها في السيستن طيب اللي هي هو تووتر كده اللي هيحصل تبام خلينا نختار ده برضو دول اللي هيحصل هبدأ انا بقى ازبط اقول له مثلا انا مش عايزة شوف الساب لاي ولا الريتيرن عايزة شوف بس الليكسوست الفاير انا عايز الفاير ده مثلا اللونه يبقى احمر يبقى انا لو رسمت فاير فاير السيستن كلسفكيشن بتاعه بفاير يعني رسمت بايب السيستن كلسفكيشن بتاعه بفاير يبقى لون احمر automatic اوكي اوكي ارسم بايب وهبدأ اختار السيستن كلسفكيشن بتاعه اه خليها اختراف هير هاد على طول لون اللحبر دي الفكرة بتاعته ببساطة يعني ممكن اجي هنا اخلي cold water بلون والهوت ووتر بلون عنطري ان انا اجي في الفلتر اقوله خليه لكولد ووتر احنا على طول بيعمله اللون دوت والهوت ووتر بيخليه احمر او اي لون انت عايزه زي اللون انت اللون انت عايز شغل به شغل به تمام دي فكرة الفلاتر تبدأ انت بقى تزبط الفلاتر زي ما انت عايز ما فيش اي مشكلة خلص تمام طيب ممكن اجي هنا عايزين بقى نتشوف ليه البايب اللي فوق ده مظهرش انا عندي حاجة اسمها view range view range بقى هنا بقى لانه عندي حاجة اسمها view range بقى لان هو view range بحدد الطب بتاعي والبوتر بتاعي يبقى نشوف من ارتفاع كذا لارتفاع كذا هو هنا بيشوف لحد 1200 ممكن اقول لا خليها لحد زيره بتاع دور التالت افضل شوف لحد دور التالت لو انا شغل الصرف اوط البوتوم شوي بحيس ان انا شوف اوتوم البوتوم مسلا بمتر اوكي تمام او ظهر معي زي الفل تمام طيب اجي هنا عايز اوصل لكولد ووتر مسلا اجي هنا هقوله ده علامة الزيت اروح داس عليها عشان يحولوله من كوعلة T وهبدأ ارسم draw pipe وهجي اقف على الحوت دوت ماشي وهقوله بقى ايه connect into وصللي بقوله اللي عايز ال cold ووتر ولا hot ووتر لا خليه ال cold ووتر دلوقتي وقوله وصل ال cold ووتر بده فهو automatic هيوصل لي كل حاجة ممكن تكون التوصيلة باش عجباني اروح شايلها اوكي ده ماشي بنفس الارتفاع وطرع له لا ده انا عايز اقوله شلهي واستخدم بقى حاجة من امر modify احنا اقول نموديفاي كلها ان شاء الله بنستخدمها مع بعضها هوت بنعندي حاسمة trim extent نفس الامر ده في التوكابي يسموه fillet اوكي ده وصله مزبوط تمام برضه اش اعمل برضه ايه ال hot ووتر هجي اقول له ارسم لي hot ووتر اسمي ايه امار دروا بايب اوه امشي اقوله اه اطلع الارتفاع ده خلي بالك ال hot ووتر هو خده امار على طول دومستك hot ووتر مدام هو hot ووتر هاخده امار وممكن عشان تتفادى ان هما يخبط في بعض اقول له draw pipe ممكن عشان تتفادى عندما انت ممكن ترسمها كده خلاص لا احنا عايزين ايه ان تتفادى اطلع بقى الارتفاع دوت هاجة هنا ارسم لي pipe خلى بقى ساعات ممكن تحصل ممكن تحصل وانت بترسم تلاقي عندي صغيرة او كبيرة معاك يعني ايه بترسم انت مصورة خمسة عشرين مليمتر طيب بسم الله أحمر رحي طيب احنا لو عايزين نكمل إن شاء الله هاجي هنا مثلا عايزة وصل ده اللي هو الصرف على الموصير ديت لو أنا جيت هنا وضوستكليك يمين وقلت له درو بايب بيسألني انت عايز ترسم دومستيك وطر ولا صرف اقول له مثلا دومستيك وطر وهبدأ أرسم تمام انت شوف عايز ترسم المصارب تحتك ازاي زي ما انت عايز يعني ممكن تخرج كده حتة تغيرة تحت الشباك وتمشي تحت الشباك تمام لحد ما توصل ان انت توصل توصلها بالمصارب تاعت كولدوتر تمام دي طريقة وممكن على طول تروح قايل تقف على البلامنج نفسها على القعدة دي طريقة يا اي ما علش له ماشي ماشي بشانتس خليك بشانتس ماشي 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 لو انا دوقتي عايزة اوصل مثلا القعد ديت بالبيب اجي هنا تسكلك يمين وقول له درو بايب بيسألني هو الحتة دي فيها هكتين فوق بعض كولد وطر وفي عندي سيناتري الصرف هقول له ان اعايز ارسم كولد وطر دلوقتي امشي هنا بالمصورة بتحتي تحت الحمام واجي هنا اكمل وراح ايه موصلها بالكولد وطر تمام؟ ممكن بايه طريقة ممكن ان انا بعدك ادلو الارتفاع بتاعي او ان انا اسحابها ووصلها او مجرد ان هم هيتقابلوا مع بعض هيتقابلوا مع بعض هيتقابلهم كونكت على طول تمام؟ ايه هو هيروح موحطة كوع ويطلع فوق ويروح موصلها بتي زي ما احنا شايفين ويطلع فوق ويطلع فوق ويطلع فوق ويطلع فوق ويطلع فوق ويروح اقول له ايه ده الماز بتاعها كذا الماز هنا مش مضبوط لبالا ادخل على الونت ويطلع فوق ويطلع فوق ادخل على البيبينج ويطلع فوق بيطلع فوق ممكن اقول له مثلا بالمليمتر. خليه لي بالمليمتر. اوكي? اوكي. دي 15 ممكن تقول له. خليه لي مثلا 20. زي ما انت عايز. او ممكن اقول له حاجة تانية. ممكن اقول له ارسل انت طوالي. يعني ارسل انت طوالي. يعني هقف على 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 البلامينج ديت. البلامينج فيكتشر. اللي قادة. اهي. اعمل على سلكت. اقول له كل نقطة انت. اقول له انا عايز كل دووتر. وراح ايه? اللي وصل كل دووتر. تمام? طيب. زي ما انت شاف الموضوع سهلا موفوش ايام شكل خلص. ان شاء الله موفوش ايام شكل. تمام? بقى لك هتكتب التاجات بتاعتك. اهي. تقول له مثلا ان انا عندي التاج. حدد التاج اللي انت عايزه. وابدت اكتب السايز. ممكن تشيل الليدر او تحط الليدر زي ما انت عايز. ما فيش التاج متحمل البيب. في ثانية هنحمله. بايب. ممكن اقول له مثلا ان اعايز الهوي او عايز الا Saiz. تمام? اوكي. حمل بقى اللي انت عايزه. وابدت ازبط الكتاب بتاعت زي ما انت عايز. ممكن تكون انت مش عايز كلمة domestic cold water او عايز domestic cold water دي تبقى عبارة عن ايه c double تمام نعملها ازاي هاجي هنا في قلب الفاميلي domestic cold water وغير اسمها cold water لو هي دي اللي احنا غيرناها هفي كذا واحدة بنفس الاسم او هاتغيرت ايه automatic ونفس الفكرة برضو بالنسبة للمواصير الماء السخنة ممكن تغير اسمها ال hot water بحيث تبقى مكتوبة تبقى صغيرة hot water بحيث ان انا لما هستخدم التاجات اوصلها بالبي بيكتب لي ايه 15 hot water تمام طيب تمام طيب لو انا دلوقتي بقى عايز ارسم الصرف الصرف ان شاء الله مفوش من شكل خلص برضا نعم فيش حاجة نفهم مشكلة ان شاء الله البرنامي يجب مشاكل تمام لو انا عايز ارسم الصرف اعلم على الفامنة ديت كليك يمين هقول له ارسم لي buy تمام طيب انا عايز اول احنا متعودين اول ما بتخرج من الحود بنرجع للحطة اللي وراها ونبدأ نشتغل بس لازم انزل حطة صغيرة بدل من انزل حطة صغيرة ممكن ناجي هنا تعم وادوس ايه مصطرة انا لو جيت ارسم كاله طوالي بغير مرسم مصطرة بش هترسم ماشي هي بش مش متضبط هي في ساعتها متضبطة بحيس انها اول ما تدوس مصطرة ويحطك الكوع اللي انا عايزه على طول طيب لو هي بش مش متضبط زي هنا ادوس هنا كليك يمين تمام هقول له draw buy وهرسمها هنا بقى manuel هاجي هنا هقول له نزل مثلا لخمسمية نصل تمام هقول له انا عايزة ارسم بسلوب السلوب لي ايه لأسفل قدي ايه واحد في المية طبعا زي ما انت عايز كل دي حاجات انت زي ما انت عايز وسقول له ان انا هرسم صرف سنتري بحيس ان هو يرسملي سنتري هبدأ ارسم الحط وبعد كده هنزل تحت الارض هقول له مثلا سالب 200 وابدا ارسم هنا بزاوية ايه اه 45 ارسم أقول له دي على الارتفاع سالب والصمية طيب هزبط أبقى من البيبي أبدأ أخش على البيبي على البيورينج قصدي البيورينج هزبط الارتفاع بتاعي هقول له أنا عايز أشوف تحت الأرض بمتر تحت الأرض بمتر بدأ الحاجة تظهر معي هيت طيب عايز أستارف ده يبان معي هبدأ أرسل المصورة درو بايب هيت طيب هبدأ أدخل بالمصورة دي على المصورة التانية مهما حصل مستحيلة أزبطها مانوال يعني أن أنا أزبطها صعبة فلازم هنا أقول له جنور سلوب يعني تغنب السلوب المهم أن أنت توصلها مع بعض طيب هاي ليه 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 ما ينفعش توصل ليه ليه لأن طول ما أنت يعني ندبش مثلا على تلاتة متر فكله تلاتة متر لا ده كل شوية بيطلع وينسي هواس يا كايز وصلت بس ناس إيه إن أنا أوصل أغير الكوعة ده لتي وكبر مايس أجي هنا أقول له خليه المقاس ده مثلا خمسين لا ده برضو أربعة بوصة مايس أجي بمية تمام؟ وأقول له حوالها لي الكوعة ده لتي هو حوالها تلاتة ناحية تلاتة لأ احنا عايزين تلاتة ناحية التانية تمام؟ واتدية ممكن نغيبها ناحية التانية أه تمام؟ 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 وتدل بقى تشوف بقى أنت عايز توصل على الأن حتة عايز توصل يمين الشمال زي ما أنت عايز يعني هشوف أنت الريز بتاعك هيبقى فإن أنا حتة وتروح موصل عليه تمام؟ طول ما احنا ماشيين بالصرف نحاول إيه؟ نبقى تحت البلاطة على طول ماشي تمام؟ وممكن الصرف نعمله على طول أوتوماتيك نفس الفكرة هاف هنا وقول له وصلهم كلهم ببعض هقول له أعمل لي system pipe هقول لي أنت عايز أنا واحدة هقول له مثلا سنتري وهقول له edit system وهقول له وصلهم كلهم ببعض هقول له add to system زواد لي ديت بعد ما زواد هقول له ايه finish edit وهقول له وصلهم بقى الصرف ببعض لأوت هو بقى يزابط الصرف وانا بقى ايه من solution ببدأ أحدد زوادة السلوب بتاعها هتبقى دي ايه؟ تمام؟ ومصورة الصرف برضو نفس فكرة الضقت زي لما تلاقيت بوق لا الصرف ينزل تحت وامشي بيه اللي بره المبنى تمام؟ طيب طيب لو انا عايز اعمل بقى مصورة هاجي على مصورة هاجم من سيستيم هقول له ارسم لي بايب هقول له انا عايز انا هنا محنديش اي مصورة هقول له انا عايز مصورة نريد مصورة فنت وابدأ يرسل مصورة الفنت زي ما انت يعني نفس اللي انت عايز تعمله في الكاد اعمله هنا بس هتركز بقى في موضوع الارتفاعات مثلا هقوله خلي هالي حد سلم متين ويمشي ويطلع في الحيطة وكامي ويطلع بقى الارتفاع عالي وكمي اعمل له مصورة الفنت وقال له كامل اطلع الحد مثلا 2700 ويمشي مصورة الفنت وخش الجمع من حمامات كلها زي ما انت عايز ويمشي زي ما انت عايز ممكن نعمل رايزر مثلا اطلع الحد في السطح ممكن ناجي هنا فهو الملف بده يتقلبس شوية اجي هنا اقول له درو بايب هتأكد بس ينفيش سلوب هلغل اللي سلوب واجه هنا اقول له اطلع لي الحد 15 متر 15 16 قبل هاي خلاص دي مصورة الفنت خلاص اعملت 10 فنين الفلوردوريد الفلوردين بسيطة هاي يعني اي حاجة انت عايز تحطها اتعني نحط فلوردوريد عايز تحطا فلوردرين هاجي هنا هقول له انا عايز عايز تحط حوض عايز تحط فلوردرين عايز تحط اي حاجة انت عايز تحطها ايه بش متحملها عندي في المشروع احمل في المشروع ازاي هقول له لوت فاميلي وهقول له انا عايز فلوردرين في الفاميلي في البلوميج فكتشر كل دي فاميلي موجودة فانت هتلاقى كتير دي مسلا واحد شكل ارتانجل دي شكل راوند في حاجات بتبقى النازلة من تحت في حاجات بتبقى النازلة من جنب وفيه ثلاث مداخل لها يعني فيه انواع كتير قوي شكل انت عايزه ممكن تشغل به تمام اه فيه عند الفيرهاوس ريل هقول له نعايز الفلوردرين هتشوب به انت عايز حطاه فين هقول له طبعا مش هتحط طبعا في الحيط لازم تحط ايه على الارضية بتحتي هقول له دي الفلوردرين بتحتي حاجة هنا وهقول له ايه هدس عليها اقول له نعايز الفلوردرين درو بايب تمام هدسه مسترة راح هو اعمل الكوة تمام وتبدأ تمشي عادي بس تقول له الموضوع لسلوب وتشوف النوع المصرؤيين يعني طول ما انت بترسم خليك دقيق بس في الحاجة اللي انت بترسم تمام هاجع عليها اهيد هدوس كليك يمين اقول له درو بايب لو عندي فتحتين فوق بعض ممكن نروح دايستاب بحيث ان انا اخد الوصلة اللي تحت تمام هاجينا في السلوب اقول له انا عايز سلوب داوين واحد في المية تمام واقول له انا عايز المصرؤة دي يبقى نوحها كذا سناتري ما فيش مشكلة اقول له ماشي ابدأ ارسم اصررسام للحاجات وابدأ انا بقى اوصل عليها تمام بس ما تختارش الستاندرد انا اخترت الستاندرد غلط لا مفروض تختار اللي هو الـ هتفرق في ايه هتفرق ان هو هيبدأ يحط لي الا هيحط لي الكعان اني كعان موجودة يعني كل واحد فيهم تضبط على الكعان موجودة وتهات موجودة فهقول له لا ارسم بالـ ان شاء الله لما ندخل في موضوع التعديل في فاميلي هتلاقي ان احنا بنعدل في الفاملس اللي احنا عايزين فممكن انت تختار المخرج بتاعها زي ما انت عايز اوه عشان ما ادوس المصطرة لما ادوس المصطرة بينزل وحترك الكوع اجي هنا اهي اجي هنا درو بايب ادوس المصطرة تأكد ان انا اختار السلوب صح او البيفيزي صح هلو ستبدأ ترسل معا ان شاء الله وتبدأ بقى تتوصل انت باع عليها تبدأ تتوصل القعد عليها اهم حاجة في التوصيل بتاع الصرف اهم حاجة في التوصيل بتاع الصرف ان اختار اجنور سلوب هيا ده اللي بتخلي التوصيلات تيجي صح اولا غلط يعني الفرق بينها وبين الووتر او فرق بينها وبين الفاير والبرامنج والكول تري موضوع جمل سلوب لانها الوحيدة اللي فيها ميول هي الموضوع الصرف دوت لو عايزت تعمل سفن الارضيةها عبارة عن فيتنج لو انت عايزت تعمل سفن الارضية عبارة عن فيتنج يعني ايه؟ يعني خلينا مثلا نختار حتى ديت الكوع دوت لو احنا اخترنا اي كوع وعادي ان نغيره لو اخترنا الكوع ده وعادي ان نغيره علمت سيليكت على الكوع وهاجي ممكن هي اقول له انا مش عايز الكوع ده ده انا عايز الكوع دوت قبل سيليكت غلط فيه هنا مشكلة في المسافة ما لازم ابعدها شوي طيب هي دي الفكرة ان انت ممكن تروح ما تغير الحاجة ديت طيب خلين نرسم سيكشن ونشوف ازداد نغير ممكن الكوع دوت يعني ممكن مسلا تكون في حاجة انت مش عايز توصلها يعني الكوع معين عايز تغيره او تي ممكن تغيرها ممكن تروح شايله خالص وتقول له باي بفتنج وتروح حامل الفتنج انت عايزها وحطيتها بتلاقيه دي قائمة بكل الفتنج الموجودة في المشروع بتروح مباسكها وراحت وحطيتها يعني عندها مثلا ايه اا وصلة زي دي لو انت عايز تقول لتم حاجتين ببعض بتروح مختارها وحطيتها في اخر المسورة وخلص تمام بتروح ايه لو وصلها راح موصل هتقول له لوت فاميلي بتختار باي بفتنج باي بفتنج هو بدي اختار اي وصلة نعايزها استفون اللي انت عايزه اي حاجة انت عايزها ايه الفكرة في الموضوع كله عبارة عم فاميلي بايفتنج بايفتنج تمام ابدأ باشوف ايه اللي انت عايزه شوف استفون ده اسمه ايه وموجود منه جعشين واحدة في المشروع ازن ممكن تلاقي الشكل دوت هيا دي تحمله في المشروع في الشغل باعتي تمام عايزين من بس ايه نبص على اللايتنج وان شاء الله بازن الله هتلاقي وصلة في اشتركوا في القرصة شوكرا ترجمة نانسي قنقر